لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد هنا الآن ما بمعنى من موصولة الذي لا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد الذي أعبد الذي أعبد تمام موصول ولا أنتم عابدون من أعبد تمام فالذي أعبده أنا أنتم لا تعبدونه على الحقيقة ولا تترجون إليه وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَنْ عَبَدْتُمْ مَرَّةً أَخْرَى وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَنْ عَبَدْتُمْ هذا تفسير لكم دينكم وليا دين دونها الآن ما فائدة التكرار نعم تمام حين مرة جثت بالفعل مرة جثت بالإسر أحسن مرة تعبدون مرة عابدون قيل الأول نعم أن هذا التكرار من باب التأكيد إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى نعم فبيان المفاصلة التامة وهذا التأكيد يعني ضمنيا لكنه لا لا يفي بالمقصود آه طيب تمام وقيل أن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد أن الأول في الأقوال وفي الأفعال الله وقيل أن لا أعبد ما تعبدون هذا فعل نعم واضح تمام ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد معه جاء بالإسم الذي يستغرق كل الأنواع فلا أرضى هناك لا أفعل هنا لا أرضى حتى لا أرضى بفعلكم لا أفعل ولا أرضى ولا أحسنت فهذا المحك في قضية التوحيد لا أفعل ولا أرضى نعم هذا الآن الذي يفقده كثير من المسلمين مع الأسف بسبب المماسة لغير المسلمين للكفار فيفقد قضية الحساسية والغيرة على التوحيد لله عز وجل الهوية سمها الهوية بالمصطرح الجديد لكن هي الغيرة الشرعية الغيرة الشرعية التي يجعله الله تعالى إن الله يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة